بمنازمة النادي الاهلي وفوزه المتكرر ببطولة دوري أبطال أفريقيا في السنوات الأخيرة بعض الناس يقول أن هذا الأمر قد يزعج الكاف أن الأهلي بطل أحادي لبطولاته في السنوات الأخيرة هل هذا صحيح أن الكافي هنزعج من هذا الأمر؟ ليه مفروض أن نبقى مبسوطين لما حد يكسب أو يخسر يعني هو فريق بيلعب فريق جيد جدا عنده لعيبة محترمة إدارة محترمة وبيبقوا عارفين هم دخلين عايزيني حقا أو هدف معين ولكن زي ما احنا بنتكلم على الأهلي وزي ما أنت دلوقتي بتتكلم على الأهلي ممكن نتكلم على الزمالك وممكن نتكلم على كازابلانكا ممكن نتكلم على التيمازنبي يعني أنا شايف أنه فيه فرق كتير غير الأهلي ولكن هو الموضوع يعني ما يخصش الكاف إذا كان يزعل أو إذا كان يفرح هو فريق زي أي فريق أفريكي بيخش آه هو فريق قوي فريق بيكسب فريق عارف هو عمل إيه فريق مزعج جدا في أفريكيا وهو دايما بيبقى حابب بيكسب بس مش أفريكيا كل العلعاب الأولمبية الأهلي فريق كبير الزمالك فريق كبير وبرضو الفرقة بتاعت الأهلي وفرقة الزمالك عندها لعيبة بتلعب برضو في المنتخب المصري فأنا شايف أن الأهلي فريق مزعج ولكن أنا ما قدرش أقول أنه إحنا بنزعل أو بنفرح لو بيكسب